بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة العزاء ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الصدق في اللغة هو مطابقة الخبر للواقع أو مطابقته لما يعتقد المخبر القرآن الكريم استخدم الصدق في عدة معان وعدة موارد المعنى الأول هو المعنى اللغوي وهو مطابقة الخبر للواقع أو مطابقته لما يعتقد به المخبر والنوع الثاني والمورد الثاني الذي ذكره القرآن الكريم هو الصدق في العقيدة وذلك بحيث يتخلى الإنسان عن كل سوابقه العقيدية ويتجرد في البحث عن الحقيقة سواء وافقت تلك الحقيقة عقائد آبائه وأجداده أم لم توافق عقيدة آبائه وأجداده ومن هذا القسم وهو الصدق في العقيدة يندرج الصدق في ترجمة وانطباق السلوك مع عقائد الإنسان وسلوك الإنسان فحين تنطبق سلوك الإنسان سلوكيات الإنسان الخارجية وممارساته الخارجية مع عقائده وأفكاره يكون صادقا وبخلافه ما إذا كانت عقائده وأفكاره الخارجية لا تنسجم مع عقائده وأفكاره الذي يعتقد بها هذا النوع الثاني من الصدق في العقيدة هو من أصعب أنواع العقيدة وبحيث لا ينفصل سلوك الإنسان الخارجي عن أفكاره وعقيدته والنوع الثالث من الصدق الذي يتحدث عنه القرآن الكريم هو الصدق في العزم والإرادة بحيث يكون الإنسان صادقا في الإتيان بما يريده بنحو الجد ويبذل فيه أقصى ما لديه من الوسع والطاقة الآية الكريمة من المؤمنين رجال صدقوا ما غاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ستحدث عن نوعين من الصدق النوع الأول هو الصدق في العقيدة من نوعه الثاني وهو مطابقة السلوك والأفعال الخارجية لما يعتقده الإنسان وتتحدث عن النوع الثالث من الصدق وهو الصدق في العزم والإرادة الصدق والشهادة فمنهم من قضى نحبه الآية الكريمة تتحدث عن الصادقين الذين يلتحقون بركب الشهادة ويلتحقون بركب الشهداء فكيف يكون الشهيد صارقا إن المرابطة الفاعلة في المطالبة بالحقوق وإقامة العدل ونشر الفضيلة في المجتمع كانت ولا زالت وستبقى سببا في أن يختار الله سبحانه وتعالى من بيننا الشهداء السعداء والتوفيق إلى الشهادة الحقيقية يحتاج إلى الصدق والتهيئ والإعداد النفسي وهذا يقتضي أمران الأمر الأول الصبر والثبات والاستقامة وتحمل المشاق والمصاعب والاستعداد للتضحية والتحرر من علائق الدنيا وشهواتها وزينتها والأمر الثاني هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى في النية وأن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى ومتقبلا عنده عز وجل إن شهيدنا الغالي الشهيد أحمد فرحان والشهيد عيسى الرضي كان يتحلون بالصدق في طلبهما للشهادة والصدق في العقيدة والصدق في العزم والإرادة وقد تجلى ذلك حين دخول الجيش الاحتلال السعودي حيث انتشر الرعب والخوف في كل الأرجاء وبقي الصادقون الصامدون الصادقون في طلبهم للشهادة لم يخلوا الساحات بقوا صامدون في هذه الساحات وقاموا بمواجهة المحتل السعودي وبمقاومة المحتل السعودي رسالة آل سعود في يومهم الثاني من دخولهم البحرين بأن هذا هو المنهج الذي سنتعامل به معكم سنفجر رؤوسكم وسنحطم جماجمكم سنقتلكم قتلا وحشيا وسنرمي جثثكم في الشوارع سنرعبكم وسنعيدكم إلى منازلكم خائبين سنقضي على ثورتكم سنبدد أحلامكم بل سنقضي عليكم ولكن جاء ردهم جاء الرد عليهم من قبل الشهيد فرحان افلقوها ماتنا فإنها لن تنحني اقتلونا فإنا لن نستسلم ارمونا في الشوارع فإننا لن ننهزم لن يرهبنا الموت الأحمر فنحن عشاق الشهادة فكانت حجر الأساس للمقاومة بعد ثلاث سنين من القهر تجسد انتصار الدم على السيف لم يستطع الاحتلال السعودي والاحتلال الخليفي أن يحطموا أحلام شعبنا ولم يستطيعوا أن يكسروا إرادتنا وإرادة شعبنا لا زال الوهج الثوري المقاوم يتقد في صدور وعقول الشعب وإن الجرائم التي ارتكبها الاحتلالين السعودي والخليفي قد رسخت القناعة لدى أبناء شعبنا بضرورة الخلاص من الاحتلال والإصرار على العيش بحرية وكرامة إننا اليوم مطمئنون من أن ثورتنا لن تقتل ولن تطفأ جذوتها وأن شعبنا يمتلك المستوى الكافي من الوعي ما يمنع تكرار الخداع أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم شعبنا الصبر والثبات وأن يرحم شهداءنا الأبرار وأن ينصرنا على من ظلمنا وأن يفك أسرانا وأن يآوي مطاردينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته